تثبيت أي توزيع لينوكس على ماكينة افتراضية أكيد ما بيعطيها حقه وخاصة إذا كنت ناوي أني اكتشف كل خفاياها أو استخدمها بشكل دائم لهذا السبب رح نثبت فويد لينوكس على لابتوب HP وباستخدام الواي فاي وليس الإيثر نيت طبعا أنا بعتبر نفسي مبتدئ تماما مع فويد لإني ما استخدمتها أبدا لسبب أغلب اللي شافوا الفيديو القديم اللي حكيت فيه مشكلتي مع فويد بيعرفوه ألا وهو أنه ما كان فيه أي سيرفر أو ميرور خاص بفويد قريب مني وبالتالي كانت عملية تنزيل الملفات والبرامج بغاية البطء بس هلأ هاي ما عادت مشكلة والحمد لله لأنه صار فيه سيرفر بالبرازيل يعني نوعا ما قريب مني وبالتبار أني مبتدئ مع فويد فبهذا الفيديو رح نثبت فويد بنفس مكونات أي توزيع لينوكس عادية بمعنى أنه رح نستخدم الجيل بسي والأوبن اس اس ال بدل المسل والليبري اس اس ال وإذا ما كنت بتعرف شو معنى أي واحدة من هاي الكلمات فاستخدم نفس الخيارات اللي أنا رح استخدمها بهذا الفيديو وكمان رح نثبت بسطح مكتب متكاملة ديستوب انفيرومنت بدل الويندو مانيجر أو مدير النوافذ وبالتحديد رح نثبت واجهة جنوم فبالبداية أكيد لازم أنه نحمل ملف الآيزو فإذا جينا لفويد لينوكس دوت أورج ورحنا له بهي الصحة لو رحنا له الداونلود من الداونلود رح شوف أنه إما ممكن أني حمل نسخة البيز أو النسخة الخفيفة أو نسخة الـ XFCE باعتبار أنه أنا بدي سبت جنوم فأكيد لازم أني نزل نسخة البيز ومتل ما حكيت رح نزل نسخة الجي ليب سي هلا بحالتي أنا ما رح نزل الملف ملف الآيزو من هاد المكان لأنه هاد السيرفر متل ما حكيت بطيق جدا باعتبار أنه بعيد عني وإنما رح روح للرابط اللي موجود به in the documentation ومن هون رح روح للسيرفر اللي بدي أستخدمه اللي هو قبل آخر واحد اللي موجود بالبرازيل ومن هون رح روح لللايف رح نطير مباشرة للكورنت ومن هاد المسار أو المستودع اللي وصلنا إليه رح ننزل ملف الآيزو وأنا متل ما حكيت بدي يكون النسخة العادية والبيز والخاصة بمعمارية ال x86-64 أو معالج 64bit رح ننزل هاد الملف وبعدين باستخدام إما الروفوس إذا كنت على ويندوز أو الاتشر إذا كنت على لينوكس أو باستخدام فينتوي اللي هي وسيلتي المفضلة رح نكتب هاد الملف على الفلاشة ونقلع منها من الكمبيوتر مباشرة لا حتى تكون عملية التثبيت سهلة الشرح على الكمبيوتر أو سهلة التسجيل الخطوة الأولى اللي رح فعل فيها الواي فاي رح سجلها بكاميرا الجوال لنشوف كيف رح نقوم فيها بسبب بسيط لأنه ما فيني سجل شاشة اللابتوب إذا ما عندي واجهة رسومية وبعدين رح نكمل عملية التثبيت على الكمبيوتر الثاني باستخدام ال-SSH هلأ بعتذر إذا كان النص صغير على الشاشة بس مثل ما حكيت لأني عمالي صور من الجوال فهلأ أول شي أنا موجود بالبيئة الحية أو بملف الايزو فلازم أني أعمل لوجين فرح ادخل باستخدام root اللي هو ال-username وال-password اللي هي void linux أول شي رح خير الصدفة لباش وبعدين رح قيله WPA underscore CLI هلأ من هاي الشاشة أول شي رح نقل له scan بعدين رح نقل له scan underscore results فهلأ شايف أنه عطاني أسماء شبكات ال-Wi-Fi اللي موجودة عندي هلأ بعدين رح نقل له add underscore network شايف أنه ضف لي ال-network zero هلأ اللي ضل عندي إني رح حط اسم الشبكة واحد من اللي طلع عندي ال-password وبعدين رح نفعلها فرح نقل له set underscore network zero بعدين ssid وبعدين ضمن quotation mark رح نحط اسم الشبكة فشايف أنه قال لي أوكي بعدين رح نقل له لحتى نحط كلمة السر رح نقل له set underscore network بعدين zero بعدين psk وبعدين ضمن quotation mark طبعا أكيد رح اخفي هاد القسم اللي فيه كلمة السر وبعدين رح نقل له enable underscore network zero وبعدين رح نقل له save underscore config وبالأخير رح نقل له quit خلينا نشوف إذا صار في عندي ip فرح نقل له ip-ca مثل ما لي شايف أنه ال-w-l-o-1 صار في لها ip خاص فيها هلأ باعتبار أنه صار في عندي اتصال شبكي على اللابتوب فخلينا ننتقل للكمبيوتر التاني ونعمل تسجيل باستخدام ال-ssh طبعا أنا شفت شو هو ال-ip اللي عطانيها واسم المستخدم اللي رح نستخدمه ما رح نستخدم الroot لأنه وقت اللي جربت هاي الطريقة مرة ومرتين مع الroot ما اشتغل وإنما في عندي يوزر تاني اللي هو ال-anon فرح نقل له ssh بعدين anon وبعدين أنا بعرف شو هو ip الجهاز مثل ما حكيت اللي كان عفوا 108 وليس 107 فرح نقل له yes ليقبل ال-fingerprint وبعدين رح أعطيه كلمة السر الخاصة بال-anon اللي كانت void linux فهلأ أنا صرت ضمن اللابتوب ما عدت موجود ضمن الكمبيوتر التاني هلأ قبل ما أبتدي عملية التثبيت مثل ما حكيت أنا بدي أغير السيرفر لسيرفر قريب مني وفيه على على void طبعا ما لموجودة على ملف الايزو اللي نزلناه لأنه لسه ما صدر الملف الجديد بدنا نسبت أداة اسمها X-Mirror اللي رح تسمح لي أني غير اللي أني غير السيرفر أول الشي لازم أني غير المستخدم هلأ أنا موجود كال-anon اللي ما معه صلاحيات root أو صلاحيات أني سبت فرح نقل له soon وبعدين رح نحط root لحتى نغير المستخدم كلمة السر هي نفسها اللي هي void linux كمان رح نقل له bash هلأ صرنا مع الباش فرح نقل له xpps dash install بعدين dash su ورح نقل له xmirror طيب هلأ مثل ما اللي شايف قال لي أنه لازم أني حدث xpps فرح نقل له xpps dash install وبعدين dash u xpps طيب وبعد ما خلصت عملية التحديث رح نقل له xpps dash install والxmirror طيب وهلأ رح نقل له xmirror هلأ مثل ما اللي شايف أنه هاي النسخة لساها 0.1 فأكيد مع المستقبل رح تصير أفضل بكتير فأول شي رح نضغط أوكي وبعدين بدي أختار المنطقة اللي بدي إياها فأنا رح نروح مع south and central أمريكا ورح أختار السيرفر اللي بدي إياه عمالوا يسألني إذا كنت بدي أكمل فأكيد رح نقل له yes هلأ هيك وطلع منها هلأ عملية التسبيت صارت يعني صارت بشكل مستقيم ما في عندي غير إني قل له void dash installer رح نقل له أوكي أول شي لازم إني أختار الكيبورد فأنا رح رح أختار الكيبورد اللي بدي إياه بعدين لازم إني أرجع وإختار الشبكة اللي بدي إستخدمها فرح نقل له أوكي ونحنا بدنا نثبته مع الواي فاي فرح أختارها هلأ هاد القسم رح أغطيه طبعا رح حط اسم الشبكة والباسورد بالنسبة للإنكريبشن رح نقل له WPA هاد الكلام بغض النظر عن شو هي الشبكة اللي أعمالك تستخدمها رح نقل له WPA وأكيد رح حط كلمة إسر هلأ عماله يكتشف إذا إعدادات الشبكة اشتغلت ولا لا طيب مثل ما اللي شايف إنه الشبكة شغالة بعدين السورس من وين بدي نزلها ما رح ننزلها لوكل لأنه إذا نزلتها لوكل رح ينزللي نسخة ال-XFCE وإنما رح نروح مع ال-Network هلأ بعدين رح نحط اسم للجهاز فرح نسميه Void ليش لا بعدين رح نختار لغة النظام فرح نقل له اللغة اللي بدنا إياها أنا رح حسبته مع ال-إنكليزي وين اللغة الإنكليزية وهي لغة الولايات المتحدة وبعدين المنطقة الزمنية رح نروح مع أمريكا ورح نروح مع أرجنتينا بوينس آيريس وبعدين رح نحط password root بعدين رح نضيف المستخدم كمان كلمة سر لا المستخدم هلا بالنسبة للمشموعات اللي بدي يكون هاد المستخدم موجود فيها ما رح غير ال-default فرح نقل له أوكي وبعدين بدنا ال-bootloader وين رح نسبته أنا بحالتي رح سبته على ال-SSD بعدين عم يسألني إذا كان بدي واجهة رسومية أو تيرمينال رسومية لل-bootloader رح قل له يس أكيد بعدين رح نجي للخطوة اللي دائما هي أهم خطوة بكل عمليات التنزيل ألا وهي ال-partitioning فرح نقل له partition هلا بدي أعملها على ال-SSD رح نقل له أوكي بدك تستخدم ال-CF disk ولا ال-F disk لحتى نخلي هاد الموضوع اليوم سهل فرح نروح مع ال-CF disk رح نقل له أوكي كمان أوكي هلا خليني أول شي أحذف ال-partitions اللي موجودة عندي ورح نجي ال-write طبعا أنا عمالي تحرك بالأسهم وعمالي اختار ال-write اللي موجودة من ال-options اللي موجودة تحت فرح نقل له write ورح نقل له yes هلا رح يجي وأعمل ال-partitions الجديدة اللي ما حكيته أنه أنا عمالي أعمل هاد الكلام على EFI فلازم يكون في عندي 2-partitions واحد ليكون في عليه ال-EFI partition والتاني اللي رح يكون في عليه النظام ما رح اعمل فرح نقل له أول شي بدي new partition ورح اعمله بحجم 600 ميجا أكتر من كافي يعني هو 100 أو 200 كافي بس أنا رح أخليه 600 لحتى يكون في عندي يعني في عندي مساحة موجودة ومتاحة فرح نقل له أوكي بعدين رح اتحرك لل-free space مرة تانية وكمان آه قبل ما روح لل-free space لازم أني غير ال-type فاتحركت لقسم ال-type ورح اختار ال-efi system بعدين رح اجي لل-free space رح نعمل new partition رح ناخد الحجم المتبقي ورح نجي لل-type ونختار linux file system وبعدين رح نجي لل-write ونقل له yes وبعدين رح نجي لل-liquid ونطلع من cf disk هلا ضل عندي اني حط الماونت بوينت للنقاط أو للpartitions اللي عملتها فال-file system رح نجي معه كمان مثل ما اللي شايف انه صار في عندي ال-p1 وال-p2 اللي عملتهم من شوي فهلا رح نجي لل-p1 ورح يكون هذا عبارة عن الفات 32 وين بدي حط partition ال-efi رح يكون على ال-boot رح يكون على ال-slash boot slash e-fi هلا عماله يسألني اذا كنت بتأكد هاي الخطوة فرح نقل له نعم وبعدين اللي هو النظام فرح نضغط نقل له change ما رح نروح مع better fs او اي options fancy رح نروح اليوم مع ext4 وين بدي يحط على ال-slash اللي هو ال-root عماله يسألني اذا كنت بدي اتأكد من هاي الخطوة فرح نقل له yes وهلا بعدين رح اتحرك بال-tab لل-done وبعدين رح انزل بال-sهم ال-install هلا عماله قل لي انه كل البيانات اللي موجودة على هاد النظام رح تنمسح ورح نقل له continue yes هلا رح نستنى لحتى تخلص عملية التثبيت ومنرجع طيب وهلا رح نقل له ok وهلا بتكون عملية تثبيت النسخة base من النظام انتهت عم يسألني اذا كنت بدي اعمل اعادة تشغيل خلصت بس لسه ما في عندي واجهة رسومية فرح كمل الخطوات على الكمبيوتر التاني بس النسخة المينمل نسلت ال-SSH بس ما فعلته رح امضي بعض الدقاء بتفعيل ال-SSH على اللابتوب ومنرجع الكمبيوتر التاني طيب خلينا نشوف اذا كان ال-SSH رح يشتغل معي فكمان هلأ رح غير اسم المستخدم من ال-Ainon للمستخدم الجديد اللي انشأته على الكمبيوتر كمان رح يسألني اذا كنت بدي اقبل الفينجر برينت فأكيد رح قل له يس ورح اعطيك المستخدم الجديد هلأ متى ما اللي شايف صرت موجود ضمن اللابتوب اللي هو عليه فويد هلأ قبل من ثبت اللي نوم في عندي حزمتين اساسيات لازم اني ثبتهم وإلا ما رح يشتغل معي الواجهة الرسومية الحزمة الأولى اللي هي ال-D-Bus والحزمة الثانية اللي هي ال-X-Org اللي بتحتوي على تعريفات كرة الشاشة ال-Wayland رح يتم تثبيته كتحصيل حاصل فرح نقل له sudo xpps dash install ورح ثبت حزمة ثالثة اللي هي ال-Bash completion هاي بعدين ممكن انه نسبتها بس لحتى تتهل علي المهمة فرح نقل له bash dash completion ورح نقل له l-D-Bus ورح نقل له l-X-Org كمان رح استنى لا يخلص من تثبيت هاي الحزم طيب هلأ قبل ما ثبت اللي نحن ثبت l-D-Bus بس باعتبار انه على void ما في عندي system D ف-D-Bus هي خدمة لازم اني فعلها بشكل يدوي وعيد تشغيل الكمبيوتر فرح نقل له لحط نفعل l-D-Bus رح نقل له sudo l-n-s slash etc slash sv slash d-Bus بعدين رح نقل له space slash var slash service طيب هلأ متل ما حكيت قبل ما نثبت اللي نوم رح نعمل اعادة تشغيل فرح نقل له sudo reboot ورح ارجع اتصل بال ssh فرح نقل له ssh هلأ صرنا موجودين ضمن اللابتوب مرة تانية طيب وهلأ ظل عنا انه نثبت ال-Gnome فرح نقل له sudo xpbs install ورح نقل له gnome ورح نقل له اوكي ونستنى لتخلص عملية التنزيل طيب الخطوة الاخيرة هو انه نفعل شاشة التسجيل الدخول اللي هي lgdm باستخدام run it بس قبل ما نفعلها لحتى نختبرها اذا كانت رح تشتغل بشكل صح ولا لا رح نقل له التالي رح نقل له touch خلينا نمسح الشاشة رح نقل له touch وبعدين space etc space sb gdm ورح نقل له down طبعا مع sudo ورح نقل له slash sv slash etc slash sv slash gdm slash down رح نحضف هذا الملف ورح نقل له sudo reboot خلينا نجي للجوال وهلا هيك مثل ما نشايفين lgdm يعمل عندي خلينا نحط كلمة elther وهي صار في عندي void شغال مع gnome خلينا نجي لا الاعدادات ولو اجينا لا ال about رح نشوف انه عندي void عندي كافة المواصفات وعندي شغال على ويلند مع انه انا ما ثبتت ويلند بس هو اخذها كتحصيل حاصل ثبتها بس اذا لاحظت انه باللي quick menu لسه انا ما طالع عندي لا الواي ما طالع عندي الصوت واذا اجينا لا بال settings اذا اجينا لا الاعدادات اذا اجينا لا ال network رح شوف انه ما فيني غير الواي فاي لو اجيت للصوت رح شوف انه ما في عندي صوت كل هي الامور وتثبيت انفيديا وتثبيت البرامج غير الموجودة رح نغطيها بالفيديو الجاية اشتركوا في القناة